وزور جنوب غاية إسماعيل هنية يفعلني كميرام هكذا بدت الساعات الأخيرة في حياة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية كان في طهران يشارك في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان ظهر هنية في البرلمان الإيراني وأيضا استقبله المرشد الأعلى آية الله علي خبنئي كان آخر ظهور لهنية في طهران فكان أثناء مشاركته في معرض ثقافي غربي العاصمة الإيرانية في بيان أعلن الحرس الثور الإيراني استهداف هنية في مقر إقامة في طهران ما أدى إلى مقتله إلى جانب أحد حراسح حركة حماس في بيان قالت إن هنية قتل بين قوسين في غارة صهيونية غادرة على مقر إقامة في طهران بحسب وصف البيان بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان لكن إسرائيل لم تعلق رسميا حتى اللحظة على هذه الواقعة ولم تشر أي من البيانات الرسمية الإيرانية تحديدا لموقع اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران حيث قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن استهداف هنية وقع في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لطهران باستخدام مقذوف موجه جوا على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية وكالة فارس الرسمية قالت إن هنية كان يقيم في أحد المساكن الخاصة بالمحاربين القدامة شمالية طهران فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن اغتيال هنية قد تم عبر صاروخ أطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران يرى محللون أن الهجوم الذي استهدف هنية مشاهدين قد يكون على نفس سياق أو نمط العملية التي استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية حول منشآت نطانز النووية في التاسع عشر من أبريل نيسان الماضي والتي يعتقد حينها أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت في تلك العملية صواريخ من خارج المجال الجوي الإيراني وكما أشرنا إسرائيل لم تعلق على اغتيال هنية لكنها في السابق كانت قد تعهدت بالقضاء على قادة حباس في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي كانت شبكة سي بي أس الأمريكية قد نقلت عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة تعتقد أن هنية قد قتل في غارة إسرائيلية وأن هذا ما جرى أيضا للقائد في حزب الله فؤاد شكر الذي قتل في بيروت من جانبه نفى وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن تكون الولايات المتحدة على علم بالواقع قائلا لم يكن لدينا علم ولم تكن لدينا يد في اغتيال هنية قال بلينكين أن الولايات المتحدة لا تزال عازمة على توصل الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي كان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جزءا رئيسيا من مفاوضاته وأضاف لدى سؤاله بشأن اغتيال هنية أنه لا يمكنه بأنه قال لأنه لا يمكنه التوقع بالتأثير أي حدث منفرد على مسار الأحداث بطبع رأيت التقارير وكل ما أستطيع قوله هو أن لا شيء يخرجنا عن محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهو مسار سيسمح لنا بالإخراج عن الرهائن وإعادتهم إلى بيوتهم كما أنه سيكون من مصلحة الفلسطينيين الذين يعانون على نحو مأساوي كل يوم بطبع موسيقى المدهج